احتفل النهاردة الفنان حمد المرغني وزوجته إسراء عبد الفتاح بتخرج بنته من الحضانة ونشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح صور لها مع زوجها وبنتها وهي لبس ملابس التخرج وحرص حمد المرغني على إفقاء ملامح بنته فوضع شكل قلبه على وشها لما إسراء عبد الفتاح وجهت رسالة لبنتها وكتبت فيها فخور بك يا حبيبتي ولا أستطيع الانتظار حتى أرى كل جاي ستفعلينك أنا دائما فخور بك أما حمد المرغني فعلق وقال الحمد لله قمت تود أدية رسالتي على أجمع الوجه وتمرت خرجت النهاردة من الحضانة كده فاضل العريس وعلى جانب آخر يورد لحمد المرغني في دور العرض السينمائية فيلم شوجر دادي وتدور أحد أسل فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول الأب بيوم وفقاد الذي يكون ببلغ أبنائه حمد المرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية فيما ترفض ليلة عيلوي احتمالية أن ترى زوجها مع أمرأة أخرى وتحول أعادته عن تفكيره ويعد فيلم شوجر دادي التعاون الثاني لليلة عيلوي يبيوه في أدوى حمد المرغني معد فيلم مع حامل اللي اتهارت في عام 2021 حين وقتها إجمال إيرادات 4.359.000 جنيه وبكده نكون وصلنا لليلة الفيديو وما تنسى اشترك في القناة في حضر الجرس وتعمل لايك للفيديو لأسهل كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته